السلام عليكم سوف نتعرف على كيفية إدخال رسم AutoCAD على الريبيت نفتح أول شيء رسم AutoCAD هذا هو المثال وهذه الواجهات نفسح الواجهات ثم يجب أن يكون هذا الرسم في النقطة 00 إذن نكتب Add Entree 00 00 00 00 00 00 00 إذن هذه هي النقطة 00 وهذا هو رسم إذن نقوم بتحويل الرسم بمو على نقطة 00 ثم نفسخ الخط الزائد نتحصل على رسم في النقطة 00 ثم نقوم بتسجيل الرسم إلى Revit ونتثبت ونتثبت من الوحدة UN 00 إذن الوحدة متر نضغط نضغط OK نسجل ونغلق إذن تحصلنا على رسم ودوكات مسجل ثم نفتح Revit نفتح 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 ثم نضغط على OK الآن سنقوم بإدخال الرسم هنا نفتح نضغط على Answer إذا أردنا أن يكون الرسم مربوط مع الوطوكات نضغط على ليسي او إذا أردنا أن ندخل الرسم فقط نضغط على أمبور سي او نريد أن نقوم بعلاقة بين Revit والوطوكات نضغط هنا ليسي او ثم نذهب هنا ونختار الوحدة نفس الوحدة متر نختار هنا هنا Manual ثم نضغط على Over يجب أن يكون المثال هنا في الوسط الآن مطار ونحن مستهد مطار إذا نحرك السوري ونضغط هنا الوسط إذا أردنا أن نتعرف ما هي خاصية الليزان بين SEO و بيت نسجل العمل نكتب هنا بالله نرجع AutoCAD نفتح الملف ونقوم بفصغ هذه الكلمة ونسجل ثم نرجع الريبيت نجدو أن الكلمة مزيت موجودة نضغط هنا gestion des liens ثم نضغط هنا نضغط على Recharger ثم نضغط OK إذن الكلمة غير موجودة لأننا قمنا برشارج العلاقة بين AutoCAD وريبيت ونقوم بحفظ الملف نلتقي في الفيديو القادم